هم ضحايا الحرب لا بل ضحايا حقبة سوداء في تاريخ العراق ملقون على رصيف الأمل مشردون تائهون يعانون غربة الدار ومرارة الذكريات وفقد الأحبة عوضا عن الجوع والمرض حتى جاء الزائر القاسي أشتاء قيامتان أو قل أكثر رآها النازحون في العراق الملف الأكثر مأساوية من بين الأحزان التي تثقل البلاد كابد الحرب بتفاصيلها المروعة ثم عيشا واتجاها إلى المجهول في مدن الخيام التي شيدتها المنظمات الدولية وتعكف الحكومة على حراستها حتى تحولت إلى سجون كبيرة تتعاقب الفصول على النازحين حتى جاء شتاء 2020 الأقسى والأبرد منذ خمسين سنة انظر الثلوج زاهيا في الشوارع مرعبا في المخيمات فلا الأقمشة البالية تقي من البرد ولا المؤن تكفي لدرء شبحه ولك أن ترى الحال المأساوي لعشرات الآلاف من الأسر وهي ترمق موتا بطيئا ومريرا تقدمت السنين وشاخ الهم بالنازحين فلا هم عائدون إلى مدنهم المدمرة ولا هم مقبولون في وطنهم صار لزاما على قسم كبير منهم التكيف مع واقع الحال الجديد فالميليشيات التابعة لإيران قد أقفلت مناطق ومدنا بعينها ومنعت عودة سكانها كالحال مع جرف الصخر وغيرها وهناك من ألزمته الحكومة بالعودة القسرية لمناطق مدمرة لفداحة الحرب فيها لا تسكنها حتى الأشباح ألقيت كل الأوزار على النازحين وحملوا ويلات الحرب ومسؤوليتها بمزاعم شتى حتى صارت الحكومة تتكفل بالعقاب ذلك الذي ينتظر أكثر من 30 ألف نازح في مخيم الهول بسوريا تدعي الحكومة أنهم من ذوي مقاتلي تنظيم داعش من المرتقب أن يعادوا قسرا إلى مخيمات في العراق حيث تزر الوازرة وزر الأخرى أحلام جرفتها السنين ومأساة ماض ترتد على الحاضر فتحيل حياة آلاف المستضعفين جحيما مغلفا ولا حيلة بيد النازحين سوى ممارسة العمل الأول والأخير الانتظار ولا شيء غيره ترجمة نانسي قنقر